يوم من الأيام أقرأ يعني مقال وهو دموع النهايات يعني فعلا عندنا مشكلة حنة بقى أقولها بصراحة العرب بالأخص نحن عندنا عندنا دموع اسمها دموع النهايات سمعتوا عن دموع النهايات أم لا سمعكم إياها دموع النهايات كيف تعال في المطارة الحين أنا ما أحب صراحة إذا سافرت يعني بالذات بره في لحظات ما أحب طالعها و هي لحظات النهايات اللي ودعون عيالهم و اللي ودعون أولادهم و اللي ودعون أو اللي يستقبلون عيالهم و يستقبلون أزواجهم يعني دموع النهايات هذه مؤلمة جدا أنك تراها دموع النهايات في المستشفيات واحد يموت ولا مريض ولا يدخل عملية ما ودك تشوفه هو يسلم على أم يمته و الذي يسلم على أبوه و الذي يسلم على عياله و الذي يسلم على أخوانه دموع نهايات صح ولا لا هذه دموع دائما دموع النهايات فهذه الدموع هذه مشكلة طيب وينكم يعني جالس تبكين عليه في عزاه طيب وينش طول السنين طول السنين الرجال فاقدش وينش طول السنين يعني جيتي في العزة الآن حطيتي عليه الدموع والبكاء الآن الله يرحمنا برحمتكم مع دموع النهايات